استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب مجموعة من متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب للاطلاع على اسلوب العمل ومهام ووظائف مجلس النواب وفقا للدستور وخلال الزيارة قام وفد البرنامج الرئاسي بجولة داخل أرواقات مجلس النواب شملت القاعات الرئاسية والمتحف ومكتبة مجلس النواب بما تحتويه من كتب نادرة ومطاء وجلسات تؤرخ حقبة زمنية متعددة من تاريخ العمل البرلماني الذي يمتد لأكثر من 150 عاما ويأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والقائم على دعم الشباب وتزويدهم بالخبرات المعرفية وكذلك إطلاعهم على اسلوب العمل داخل مؤسسات الدولة وطرق إدارتها